مساء الفل. قبل بداية الحلقة فلاش باك الأحداث قديمة في القاهرة سنة 2007. عمر وروح في الجامعة. عمر عايز يقول لها حاجة وهي مستعجلة قوي بيحاول يقول لها قبل ما تمشي. فبيصرح لها ان عنده مشاعر جميلة له وبيقول لها انه بيحبها. روح بتضحك جدا جدا بصوت عالي وبتقول له اقرب مستنين جوه. عمر بيصعب عين نفسه وبيبكي. نبدأ الحلقة بقى في الرقة 2017. عمر نازل معايا روح وبينزلها من السيارة تقريبا روح كأنها في غيبوبة. يعني غيبا عن الدنيا تماما لا شايفة ولا سمعة ولا فهمة. بيدخلها مع البيت وبيقعدها على الكنبة كل ده وروح مش مركزة اصلا. في دنيا غير الدنيا. وبتقول له عايزة اشرب. عمر بيروح يجيب لها مية وبيديها المية بتشربها كلها وهي في حالة صعبة جدا جدا. عمر بيقول لي روح طول السنين اللي فاتت ما كنتش عندي شك لحزة واحدة. اني هوصل لك. حتى لما هربتي من بيت الضيافة. قعدت ايام ادور عليك. ومش لقيك. روح بتبكي بشدة. مهمش معقول يا روح بعد كل اللي عملته ده. اني اجي في الاخر وما تلكيش. روح بتبكي برضو بشدة. وبس من غير ولكن ما بتتكلمش خلص. عمر بيقول لها لا انت الست الوحيدة اللي تمنيتها طول عمري. مع ان كل اللي حواليا بنات اشكال والوان. وفيهم الاجمل منك بكتير. وفيهم كمان اللي تتمنى تعيش تحت رجلي خدامة لعمر كله. بيقول لها بس انا برضو ما كنتش عايز حد غيرك. عمرك شفت حب عامل كده. اكيد لا. لان ده مش حب. حب ايه. الحب انا دفنته في مصر. زي ما دفنت اي حاجة تانية. لا انا فاكرها. ولا فاكر دفنتها فين. اما الحاجة الوحيدة اللي فاكرها. يوم 28 نوفمبر سنة 2007. التاريخ اللي عمري منسيته. روح اخيرا نطقت. بتقول له كفاية بقى. كفاية بقى. كفاية والنبي. بيقول لها لما جت لك يومها عشان اقول لك بحبك. وقبل ما كمل كلمة واحدة. ضحكتي ومشيتي وسبتيني. بغير ما تقولي لي ولا كلمة. ولا حتى ببصي وراقي. ياه. ياه. الوجع. للدرجة دي انت مش شايفاني. للدرجة دي انا مليش قيمة. كل ده وروح منهارة منهارة. ده في اليوم ده يا روح انا قررت اكون راجل العالم كله يعرف امته. ويت رعب لما يسمع اسمه. يسمع عمر الدسوقي. الامير ابو اسامة. امير جيش الخلافة. بالرقة. روح منهارة ومش عارفة تعمل ايه. وبتقول له كفاية بقى حرم عليك كفاية بقى حرم عليك. قلت ليه بقى كان لازم اجيبك هنا. عشان تشوفي بعنيكي. انا بقيت عامل ازاي. انا بقيت قادرة زلك واقصرك. وخليكي ما تسويش حاجة ابدا. زي بالزبط ما عملتي فيها زمانة. ده كان عهد وانا واغده على نفسي. ان اجيبك هنا تحت جزمتي. حتى لو دي اخر حاجة هعملها في حياتي. عمر بيقطع هدوم روح. وهي بتصرخ. بتقول له حرم عليك حرم عليك حرم عليك حرم عليك. عمر بيحاول يختص بروح. برضو بتقول له حرم عليك. حرم عليك. حرم عليك. الله اكبر الله اكبر. عربية تفجرت قدام باب بيت عمر. تفجرت البيت كمان معاها. وقع على عمر جزء من حيطة. كمان روح اترمت في جزء تاني من البيت. وخلاص روح ربنا انقذها. مية على الارض بتحاول تقوم بسرعة. بتبص عليه بتلاقيها الان في دمه. محتاج مساعدة. بتسيبه وتجري بسرعة. بسرعة بسرعة يا روح بسرعة يا روح. عمر بيحاول يمسك لسلكي ويكلم حتى عشان يجي يساعده. لانه مش قادر يتحرك خالص. الحمد لله ربنا انقذك يا روح. الحمد لله. وبصراحة انت مريد يا عمر. يعني كل الجرائم اللي عملتها دي. واللي اجيت هنا وعملت كل اللي عملته ده. كل ده عشان دنتقم نروح. آآ بجد مريد. شوف اكرم ومعاه الرجل المصاب والدكتور اللي عالجه. والولد الصغير اللي خطفوه. اكرم بيقولهم عايزين نعد الدكتور والولد على القرية بتاعتهم في طريقنا. فالراجل اللي معاه اللي هو كان رئيس المهم بيقوله لأ ما يفعش طبعا ان احنا نعديه. وبيضربهم اللي اتنين بالنار وبيقتلهم. اكرم بيعترض ويصور بيقوله ما ينفعش تبقى لين القلب. لين القلب معنات طريق للهزيمة. انا بتهيق لي كده اكرم بره بيفوق. بس يا طرى بقى خلاص فات الاوان الله اعلم. ربنا يستر بقى ويلحق روح وسيف. ده لو كانوا لسه عايشين. امه جهاد بتستعد للحرب بكل نساء الكتيبة. وكل كمان نساء واطفال الرقة. وتتطمن ان كل النساء والاطفال الرقة مفخخات. وبتقول لهم امنوا الابواب وجهزوا المداريس والقناسة يطلقوا على السطوح. والناس اللي هيتفجروا لما نفجرهم لازم يتصوروا عشان كل الناس اللي هيموتوا حواليهم ننزل على الصور دي على الانترنت عشان العالم كله يعرف ان الامريكان والاكراد بيموتوا اهل الرقة. مش بس نساء ورجال الخلافة. طول عمرك مفترية يا مجهد. روح لسه بتجري وسط الحرب وبين الضرب والنار والتفجير. لسه بتجري روح. يا اخيرا وصلت لبيت امه مسعود. يا اخيرا اخيرا لقيت شوية امان. اخيرا يا روح. الناس اللي طلبهم عمر عشان يساعدوه جموا معهم طبيب. وبيدخلوا بيقولوله ان الاكراد عاملين هجوب عنيف وكاسح. والتياران الامريكي بيأمنهم من السماء. بيحاول يعالج جروح عمر وعمر عايز يتكلم في الموبايل لكن بيقولوله ان الاكراد قطعوا موجة الاتصال. الروح رجعت لحضن سيف ابنها كانوا نايمين هما الاتنين بيصحوا على صوت التفجير سيف مغدود وبيصرخ. هي بتقول يا رب يا رب. ام مسعود بتدخل وبتقول لها يلا جهازي بسرعة. ساعتين بس اللي قدامنا عشان هنمشي من هنا. فبتقول لها هنمشي. هنمشي نروح فين. ام مسعود بتحكي ان هي متفقة مع واحد من جيرانها. هياخد فلوسها هيديها الواحد تاني. وهو هيهربهم من الرقة خالص. ام مسعود حزينة انها سيب بلدها اللي طول عمرها عاشت فيها مع اهلها وحبيبها. يا عمر قال بالدنيا على روحه ويدور عليه زي المكنون في كل مكان. روح ام مسعود وجرهم رايحين يقابلوا الشخص اللي اتفقوا معاه ان هو يخرقهم بررقة. وجرهم بيسألها بيقول لها جبتي معاك المصاري. فبتقول له اه جبتهم. فبيقول لها يلا هاتيهم عشان ننديهم للراجل. بيعطوا المصاري وبيقول لهم هناخد عيلة تانية من الطريق ونكمل طريقنا. بينبه عليهم. محدش فيهم يسأل ولا يتكلم ولا يناقش ولا يفكر اصلا. هو الوحيد المسؤول عن كل حاجة مهما حصل. وهو الوحيد الفاهم. محدش هيبقى فاهم غيرهم. ومحدش يبص يمينه ولا شماله ولا وراه. وبعدين بيقول لهم كمان امشوا وانتم ساكتين ورايا. من غير ولا كلمة ولا حركة. عشان اوصلكم برا الرقة بسلامة. اللي كنت فاكرة معاه سيارة طلعوا كل ده هيعملوه ماشيين على رجليه. بين التفجير والرصاص والقنابل وكمان بين الجزس والاشلاق كل ده. طبعا بيشوفوا سيفه بيقعد يسرخ ويعاية تمامته بتقول له ما تخافش ما تخافش. وبتطمنه بتاخده في حبنها بتقول له ما تبصش خالص ولا قدامك ولا تحت خليك بس معايا وما تبصش حواليك خالص. منظر في منتهى الرعب طبعا. ومصحوب بتتدرب بالرصاص. وبتسقط على الارض. بتموت لما روح بتحاول تشوفها او تبص عليها بيزعق لها الراجل اللي واخدهم. وبيقول لها ما يفعش خالص تبصي وراكي ولا تشوفي ايه اللي بيحصل. وبيشدها وبيقول لها يلا بسرعة امشوا امشوا بسرعة. وما تتكلموش وما تبصوش وراكو ولا جنبكو. بيدخلوا بيت كده عشان يرتاحوا شكل الناس اللي فيه كلهم ماتوا. وفي الحرب طبعا. روح بتبكي على ممصعوب معاهم في المجموع صحفي. والصحفي ده كان جاي يصور كل اللي بيحصل في الرقة. كمان صور المحاكمة كلها. بيقول لروح انا شفتك في المحاكمة. ساعة ما تنفذ فيك حكم الاعدام. وجي القائد الداعشي واستلمك بدل الاعدام. وبيقول لها كمان انه صورها. فبتقول له انت سوري من الرقة بيقول لها لأ انا لبناني. وجاي مخصوص عشان اصور كل اللي بيحصل في الرقة وانقل الحقيقة كلها للعالم. واثقها كمان. فبتقول له تجي وسط كل ده عشان بس تصور. فالمهم بيقول لها ان شغل علمه وما فيش شيء بيحصل بالسطر. ام مسعود بحياتك. كان برضو مترتب. ونتشبك مع بعض وهي وصلنا في الاخر لنقطة معينة. روح بتقول له مش فاهمة اي حاجة فبيقول لها انا مسلا كان مترتب ليا هروب بطريقة امنة واسهل من كده بكتير. بس انا فضلت اهرب بالطريقة دي عشان اصور كل اللي بيحصل الاهل الرقة واكتبه في التاريخ بايدي ما يكونش مزيف بايدي انا وما يكونش مزيف.